أسابيع من القتال الشرس في ماريو بول جنوب شرقي أوكرانيا حسمت مصير هذه المدينة السحلية الاستراتيجية مع سيطرة القوات الروسية عليها باستثناء مصنع آزوفيستال آخر معاقل المقاتلين الأوكراني وهو ما رجحته المؤشرة الميدانية مؤخرا وأبلغه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف العملية بأنها نجاح لقواته شكلت ماريو بول هدفا رئيسيا لروسيا منذ بداية حربها في أوكرانيا فتركز القصف والمعارك في مصنع آزوفيستال فالمصنع يعد هدفا استراتيجيا للقوات الروسية وسيمكنها الاستلاء عليه من ربطه بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها عام 2014 ورغم تفوق قواته ميدانيا استثنى الرئيس الروسي مصنع آزوفيستال من معادلة الاجتياح وتراجع عن خطة اقتحامه بل ووجه قواته إلى استمرار حصاره مجددا دعوته لمئات المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين فيه للاستسلام وإلقاء السلاح في غضون ذلك تتكثف الجهود الدولية لإجلاء المدنيين من المدينة المنكوبة وإنقاذ آخرين محاصري الحكومة الأوكرانية أقرت بفشل خطتها لفك الحصار عن المدينة وفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين منها متهمة الروس بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات لكنها أعربت في الوقت عينه عن استعدادها لعقد جلسة مفاوضات مع موسكو بشأن ذلك على الخط تدخل الأمم المتحدة معربة عن قلقها البالغ إذا أتكثيف الهجوم الروسي على شرقي أوكرانيا محذرة مما وصفتها بالصدمات الشديدة التي قد تحصل نتيجة استهداف المستشفيات والمدارس وأماكن اللجوء ما ينظر بتأزم الأوضاع أكثر وتفاقم المأساة الإنسانية هناك نسلين حامدي تي أرتي عربي